ما بين التاريخ اللي احنا بنكون موجودين فيه مع حضراتكم في كلام في الميديا وما بين انجاز النادي الاهلي حقا أكيد طبعا لازم نعرضه وننقشه لحضراتكم علشان تعرفوا تاريخ النادي الاهلي اللي دايما كل يوم بيكون فيه بطولات وكل يوم فيه تاريخ بيتكتب زي النهاردة 10 نوفمبر 2013 الاهلي بيتوّق بدوري أبطال أفريقيا للمرة التامنة في تاريخه طبعا كلنا متذكرين هذه المباراة كابتن محمد يوسف المدير الفني للنادي الاهلي في هذا التوقيت المباراة كانت أمام فريق أورلاندو بايرس الجنوب الأفريقي المباراة كانت بتتلعب على ملعب نادي المقاولون العرب أحرز الهدف الأول الكابتن محمد أبو تريكا والهدف الثاني أحرزه كابتن أحمد عبد الظاهر أكيد طبعا آخر مباراة أو آخر بطولة أفريقية الاهلي توق بيها كانت في 2013 إن شاء الله يكون 2019-2020 هو اللقب التاسع للنادي الاهلي علشان البطولة اللي متعودين عليها البطولة اللي دايما بنذهب بيها إلى كأس العالم للأندية وإن شاء الله أكيد طبعا يعني نادي الاهلي زي ما بيفرحنا وزي ما فرحنا دايما الاهلي يفضل مفرحنا ويحقق البطولات والإنجزات طيب طيب